اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اكد ان العلاقات الاخوية والتاريخية الراسخة والمتجذرة التي تجمع مملكة البحرين بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تستند الى اسس وطيدة وضع لبيناتها الاباء والاجتاد وارسد عائمها جلالة الملك المعظم واخوه رئيس دولة الامارات العربية المتحدة جاء ذلك لدى لقاء معالي هذا اليوم سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك في اطار زيارة معالي الى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتكليف من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لترأس وفد مملكة البحرين تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها جلالته من اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الاسعود ملك المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية والاسلامية غير العادية لبحث استمرار التصعيد الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورة الاوضاع الراهنة ونعكاساتها في المنطقة والتحرك ازائها وخلال اللقاء لفت معالي الى ان العلاقات البحرينية الاماراتية تسير بخطا ثابتة نحو حاضر مزدهر ومستقبل واعد من خلال الشراكة والتكامل والتنسيق المشترك بما يعود على البلدين وشعبهم الشقيقين بالخير والنماء والازدهار مثنيا في الوقت نفسه على الدور الريادي والمحوري الذي تطلع به دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لترسيخ الامن والاستقرار في المنطقة والعالم من خلال نشر مبادئ السلام وقيم التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية كما جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي اشتركوا في القناة